المسال اللي اخدناه الاخير ده اللي هو بتاع ايجاد الجزر التربيعي المعادلة المعادلة التربعية ده مش ممكن يبقى يظهر لبعض المشاكل ازاي؟ احنا عارفين طبعا ان لو قوم المميز اللي هو تحت قمة الجزر دي كل مسالبة هيجي ياخد الجزر الكنيس الابين في الجزر الكنيس الابين تعالوا كمان نشوف مع بعض لو شغلنا البرمان الده تاني ممكن ما لسه عملكم بايل يولي دخل كو افشنس بتاعك الاكويشن انا هجي اقول لي واحد واحد وتاته راح مديني ران طايم ايرو سكورت دومين ايرو يعني سكورت الدومين بتاعها المفروض من السكورت دولين او الدولين المدرجة الجزر التربيعي الدومين بتاعها اكبر من اوتساوي الزير انت رجيت انا حسابت كونت الميزريات دي لو بيساوي بتربيع مقص 4 اسي هتقيب سالب 11 سالب 11 ده قيمة خارج النطاق اللي يقدر يحسب فيه قيمة الجزر طب ايه الحل انا عايزان برميلة كامل متكامل ماهباش فيه يحل مسألة او مسألة لا طب ايه الحل الحل اللي ياجي المفروض ايجي هنا بقى بعض ما عصبت كونت يديه اسأله سؤال اقوله هلو ديه اكبر من الصفر ولا اقل من الصفر لو اكبر من الصفر احسب عادي المعلق بتاعت زينا فات لو اصغر من الصفر لا روح ايه المسألة وما تشتغلش ايه او ما تخليش حاجه طب تعالوا نشوف ازاي بقى اقوله لو كان ديه اكبر من صفر او اصغر من صفر ده اللي احنا نتكلم عليه بالنسبة للجمل الشرطية